حبايب الغاليين اهلا بكم في فيديو جديد معكم مستر رحمة الطارئ ان شاء الله الفيديو ده مهم جدا جدا هنتكلم فيه عن سؤال عليه عشر درجات بالنسبة لناس كتير قوي بيسبب مشكلة او بيحسوا ان هو سؤال تقيل عليهم لكن ان شاء الله الفيديو ده معملك علشان يكون السؤال ده سهل خالص وبسيط خالص بالنسبة لك ان شاء الله وهو سؤال سؤال القطع يا جماعة ليه عشر درجات وسؤال بسيط خالص ان شاء الله ان شاء الله في اخر الفيديو هتلاقي نفسك كويس جدا في القطع هنعملك الفيديو ده علشان كده ان شاء الله في الفيديو ده هعلمك ازاي انت تتعامل مع القطع بالشكل الصحيح هتلاقيك انت كنت بتتعامل غلط خالص مع القطع ان شاء الله هتشوف انا بتعمل مع القطع ازاي هنحل في الفيديو ده خمس قطع مع بعض ان شاء الله برضو في الفيديو الجاي هنحل خمس قطع تانين فانت ما انت تشوف قدامك حل عشر قطع وتحلهم كمان بنفسك فانت ان شاء الله هتكون الدربة بشكل كويس جدا جدا على القطعة هتلاقي الرهبة اللي جواك راحت خلاص من القطعة وقدر انت هتعمل معها بشكل صحيح ان شاء الله وقدر تحل اي قطعة جي لك ان شاء الله في الامتحان وبكده نضمن عشر درجات علشان سؤال مهم جدا جدا والله وبسيط خالص ان شاء الله هنشوف هنتعامل ازاي مع القطعة فطبعا احنا الاول كان القطعة او فيه ناس بتتعامل مع القطعة ان هي بتقرأ القطعة الاول وبعدين ترجع تبص على اسئلة ده طبعا غل غلط ليه لان انت لازم تقرأ الاسئلة الاول علشان تعرف ان انت اي يعني تعمل كده بنت عريض على هو عايز منك ايه عايز منك فكرة ايه يعني عايز مثلا منك هيطلب فيه سؤال طبعا بتكرر كتير قوي اللي هو بيطلب منك زابست طايتل يعني عايز منك افضل عنوان للقطعة فانت لازم تقرأ علشان تعرف ان انت لازم هتحط عنوان للقطعة فلازم تكون عارف ايه هيكون افضل عنوان ساعة تطلب منك تلخيص لبيراجراف معين في القطعة ويطلب منك انتنم او سننم لكلمة معينة موجودة في القطع فانت لازم برضو ان انت تبص على الاسئلة الاول هتخليك ان انت يعني فيه بنت عريض كده على الافكار وعلى الحاجات اللي هو عايزها وبرضو مثلا تواريخ معينة وحاجات معينة فييسر عليك الموضوع قوي فالخطواتك القاتي في التعامل مع القطع ان انت الاول هتنزل على الاسئلة هتقرأ الاسئلة كويس جدا تفهمها تمام سؤال سؤال تحاول تسأل يعني تفهم كل سؤال وبعد ما هتحاول تفهم كل سؤال ان شاء الله هترجع تاني تبدأ ان انت تقرأ القطع بيدوق خالص تقرأ القطع وبعدين هتقرأ القطع اول مرة مش بس كده ترجع تاني تقرأ القطع انت في اول مرة انت جبت مثلا 50% من المعلومات الموجودة في القطع ومن الحاجات اللي هو عايز يوصلها لك في المرة التانية ان شاء الله هتجيب من 80% ل 90% من الحاجات الموجودة في القطع حبيت ان انت كمان تكمل تقرأها مرة تالتة فمش مشكلة ده كويس جدا هتلم قدر اكبر من المعلومات وهتقدر تفهم القطع بشكل افضل ان شاء الله فانا بقولك ان انت دي الطريقة الصحيحة اللي انت تتعامل بها تقرأ الاسئلة وبعدين هتطلع على القطع تقرأها مرتين تلاتة زي ما انت عايز وبعدين بقى بعد ما هتقرأ القطع مرتين تلاتة هتبدأ انت ترجع تاني للاسئلة هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط معاك وبتحلها ان شاء الله ومشي معاك بالشكل الصحيح وبالشكل الميسر ان شاء الله هنحل دلوقتي مع بعض ان شاء الله خمس قطع هركز معاك كويس جدا لو فيه كلمات جديدة كتبها علشان ان شاء الله تكون معاك بعد كده هتحتاجها افكار جديدة نوتس معينة كتبها وخليك مسحصح معايا حبيت ان انت في النص كده توقف الفيديو وتحل انت القطع وبعدين ترجع تشوف الحل بتاعي فده تكون حاجة كويسة جدا جدا منك وهتخليك ان انت تتحسن اكتر وتبقى كويس جدا ان شاء الله في القطع تابعوا معايا ان شاء الله ما تقومش غير وانت مخلص الفيديو دا ومذاكروا كويس جدا جدا سؤال مهم عشر درجات في ايدك خمس قطع لازم تضرب عليهم واستنى ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون فيه عشر قطع تانين قبل ما نبتدي ومش عايز افكركم لايك للفيديو وسبسكراب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ويا حبيبي انا اطلب منكم حاجة انا عايزكم فعلا تعملوا شير للفيديوهات دي علشان فعلا كل الناس وزمايلكم تستفيد بالفيديوهات اللي انا بعملها علشانكم وفعلا لو في حد عنده مشكلة في حاجة يقدر ان هو يتغلب عليها ان شاء الله ويكون كويس جدا ان شاء الله وانسعى جميعا لتقفيل الانجليزي وهنجيب الانجليزي في شوال ان شاء الله انت في امان مع مستر رحمة الطارئ يلا بينا طبعا عندنا القطع عليها عشر درجات فلازم انت تكون نركز معي كويس جدا في الفيديو ده ان شاء الله طبعا الفيديو ده هيكون فيه خمس قطع ان شاء الله هنحلهم مع بعض الفيديو اللي بعده ان شاء الله هيكونوا خمس قطع تانين فانا بعرفك ان انت لازم تركز معي كويس جدا ان شاء الله في الخمس قطع دول وان شاء الله ما تسبش الفيديو غير وانت مخلصوا وفاهم كويس جدا انا اتصرفت ازاي مع الخمس قطع دول وهحلهم ازاي فطبعا انا عايزك تطلع من الفيديو ده ان شاء الله والفيديو الجاي انت خلاص موضوع القطع ده بالنسبة لك لا يمثل اي مشكلة ان شاء الله يعني ان دول عشر درجات مضمونين محتاج بس ان انت تتدرب على القطع وان ان انت تشوف ازاي تتعامل معهم وان شاء الله هيكون العشر درجات دول في جيبك بازن الله شوفنا ازاي هتعامل ان شاء الله دلوقتي مع القطع لو فيه اي نوتس او كده اكتبها لو طبعا فيه كلمات جديدة عليك فانت لازم ان انت تكتبها وتحفظها كمان لانها تساعدك بعد كده ان شاء الله اتمنى ان انتوا تستفادوا كويس جدا من الفيديو ده بقول لي انا طبعا دي اول قطع عندنا ايه اللي انا هعمله انا طبعا مش هبدأ بان انا اقرأ القطع لا انا هنزل على الاسئلة طبعا لما بيكونوا تمن جمل اختياري هبص طبعا لازم ان انا اقرأ الجمل دي علشان اعرف اطلع الافكار بتاعتها والاجابة بتاعتها ان شاء الله وانا بقرأ القطع بعد ما اقرأ الجمل بتاعتنا فهنا مسلا في اول جملة بيقول لي يعني افضل جملة تستطيع ان تلخص البراجراف الاخير يعني هو عايز مني هنا تلخيص طالب مني تلخيص طالب مني تلخيص لايه للبراجراف الاخير في القطع بتاعتنا فهنا طبعا لازم وانا بقرأ القطعة البراجراف الاخير اكون انا مركز عليه كويس جدا علشان هتطلب مني تلخيص ليه تمام بعد كده في الجملة التانية بيقول لي the best title for the passage is يعني افضل عنوان للقطعة هو يعني عايز مني هنا عنوان للقطعة فطبعا لازم وانا بكرق القطعة اكون قادر ان انا اعرف ايه العنوان المناسب للقطعة في الحاجات اللي هو من الدهالي دي تمام بقولي هنا which would be the best source يعني ايه هيكون افضل مصدر ان انت تعرف او ان انت تتعلم عن الزلزال بتاع سان فرانسيسكو اه اللي حصل طبعا عام الف تسعمائة وستة فان هنا طبعا لازم ان انا برضو اكون عارف ومحلل القطعة وانا بكرها ان ايه المصدر انها ممكن الجأ لي علشان اعرف عن الزلزال بتاع ايه بتاع سان فرانسيسكو بقولي another word for the underlined word يعني هنا عايز مني كلمة تانية يعني بمعنى اصح synonym لكلمة vast الموجودة في القطعة طبعا بيكون جايب لي كلمة الكلمة دي غالبا عشان اقولك انت مش بتكون عارفها يعني بيكون جايب لك كلمة غريبة عليك لكن المطلوب من حضرتك ان انت طبعا تخمن المعنى بتاعها يعني انت تقرأ طبعا القطعة وبعدين تركز على الجملة دي كويس قوي اللي فيها الكلمة اللي مش عارفها تحاول ان انت تخمن الكلمة دي معناها ايه وبعدين بتبدأ ان انت بقى تتعامل ان انت بتطلع السنonym بتاعها او الانتونوم بتاعها ان شاء الله تمام فهتركز كويس على كلمة vast هتطلع معناها الاول وبعدين احنا نبدأ بعد كده نشوف السنonym بتاعها ايه يعني كلمة تانية ليها او المرادة بتاعها بعد كده بيقول لي after reading the passage يعني بعد قراءة القطعة which sentence is correct يعني انهي ايه انهي جملة في الجملة اللي هو هي الدهال دي صحيحة عن الزلزال بتاع عام الف تسعمائة وستة تمام بيقول لي بعد كده deliberate design and planning beginning يعني بيقول لي هنا يعني التصاميم المعتمدة والمخططة بدأت امتى فبردو وانا بكرأ القطع هابقى مركز هما بدأوا يعملوا التصميمات دي امتى يعني قبل الف وتسعمائة ولا بالزبط في الف وتسعمائة عملوها امتى خلاص الجملة طبعا رقم سبعة بيقول لي according to the information يعني تبقى ليه المعلومات اللي في القطعة what do you think will happen ماذا تعتقد سوف يحدث لو حصل زلزال طبعا ضرب سان فرانسيسكو في هذه الايام يعني اليومين دول لو في زلزال ضرب سان فرانسيسكو انت من رأيك او تعتقد ايه اللي هيحصل فطبعا ده هينتج عن ان انت هتقرأ القطع طبعا وهتفهم ايه اللي هيحصل لو الناس دي ضربها زلزال دلوقتي هل هم مستعدين بيه ولا هيكون ايه فاحنا هنعرف واحنا بنقرأ القطع اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بس بخلي الاسئلة اللي هم الدهائلة بارزة بالنسبة لي علشان وانا بقرأ القطع خلاص هيتعلم على نفسها اساسا يعني وانت بتقرأ القطع ان شاء الله بيقول لي هنا نواديز يعني في هذه الايام بلدنس ان دوفلوبد كانترز ار ديزايند تو يعني المباني في الدول المتطورة تم او بيتم تصميمها ايه كوارث طبعية غير متوقعة او غير معلومة كوارث طبعية غير متوقعة طبعا ايه متنوعة فهنا طبعا المباني طبعا اليومين دول بتصمم ان هي ايه للكوارث دي فطبعا هعرفها برضو الجملة دي وانا بقرأ القطع بتاعتنا ارجع بقى القطع بتاعتي اقرأها خلاص هوت فيركز معي دولي اليوم في معظم الدول الصناعية في العالم المباني يتم تصميمها لتتحمل او اللي تواجه طبعا الكوارث 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 ايه الطبعية غير المتوقعة المختلفة او المتنوعة سيفتي ميجورس تعبير السلامة او مقيس السلامة يتم تثبتها في ايه في مودرن دي ديزاينز يعني تصميمات الحديثة او التصميمات العصرية توهيل بكنتين لتساعد في الاحتواء او احتواء انتشار النيراني انديدزاين انجينيرز مهندس والتصميم بيتأكده طبعا المباني الجديدة طبعا مخطط لها بشكل معتمد لتصمد ضد طبعا المقسامات الارضية العنيفة اللي بتحصل للارض خلال زلزال غير متوقع تمام على الرغم من كده على الرغم من كل التصاميم دي ده ما كانش الحالة طبعا مع في بداية الف وتسعمائة اه في تمنتاشر ابريل اه عام الف وتسعمائة وستة في ساعات الصباح طبعا لليوم اه المواطنين بتوع سان فرانسيسكو اه في كاليفورنيا تمام كانوا شاهدين ليه زلزال الزلزال ده كان ضخم جدا وهائل الهزات الارضية اه تم مشعور بها في اقصى في اقصى الشمال في مدينة حتى مدينة طبعا او حتى ولاية ارجون اه بقولك سيدي ناذر ناذر اه لو تتكر بتاعت الجيرامر اللي هي ناذر نور لا ولا لا المدينة ولا الناس طبعا كانوا مجهزين نفسهم للي حصل او للي هيحصل بعد كده ايه اللي حصل بعد كده هو كان ضمار المدينة بالكامل زي اكشو الارسكواك يعني الزلزال الواقع الحقيقي استمر لمدة دقيقتين بالطبع اذا طبعا الهزات الارضية بدت ان هي اكتر من دقيقتين دول اكتر طبعا من الزلزال الواقع لكن لكن النيران اللي جات بعد الزلزال استمرت لمدة ثلاث ايام بقول يا سيدي زي انيرمس لوز فروم زا ديزيستر طبعا الخسارة الهائلة اللي كانت من الكارثة دي اجتملت او تضمنت على حياة خمسمية شخص على الاقل وبرضه عملت ايه دمارت دمارت تلات تلاف فدان في المدينة دول ايه زي ديزيستر طبعا از افن كولد يعني الكارثة دي يتم تسميتها زي جريت كواك يعني طبعا الزلزال العظيم بسبب ايه بسبب ايه بسبب بسبب الدمار الهائل طبعا اللي ايه اللي حصل فطبعا هارجع تاني للاسئلة بتاعتي ابص عليها طبعا انا مش بس انت في الانحان هتقرأ القطع مرة واحدة لا انت هتقرأ الاول هتبدأ بالاسئلة وبعدين هترجع تقرأ القطع مرة وده هيكون لك حوالي خمسين في المية من المعلومات الموجودة في القطع تاني مرة انت هتقرأ تاني القطع هتكون لك حوالي تسعين في المية من المعلومات ولو انت حتك تقرأها كمان تلت مرة اقرأها تلت مرات مفيش اي مشكلة كل ما هتقرأها اكتر كل ما انت هتفهم اكتر وبعتعرف الجمل اكتر وتقدر تجمع معلومات اكتر من القطعة تمام فهنا طبعا بيقولي يعني هنا ايه افضل جملة تقدر ان هي تلخص البراجراف الاخير في البراجراف الاخير كان بيتكلم لي ان الزلزال استمر بس دقيقتين وان كان فيه بعدها الزلزال ارضية كانت اطول وان طبعا كان فيه نيران استمرت لتلات ايام وقد ايه طبعا ده سبب ضمار هائل وفيه خمسمائة شخص ماتوا وفيه تلات تلاف فدان اتدمروا فطبعا ايه الجملة اللي هتلخص الكلام ده كله فهلاقي ان عندي جملة بي لها زي ديوريشن اند افكس يعني طبعا مدة والتأثيرات بتاعة الزلزال بتاع ايه بتاع سان فرانسيسكو يبقى انا هنا عندي هختار بي بعد كده طبعا بيقولي يعني افضل عنوان للقطع افضل عنوان للقطع بتاعة ايه المباني الجيدة تستطيع ان تواجه الكوارس الطبعية طبعا هو ده العنوان بتاعي اللي ينفع لان طبعا هو بتكلم هنا ان المباني والتصممات الحديثة هم مصممينها علشان هي تقدر تواجه وتصمد ضد طبعا ايه اي كوارس تحصلها لان لو جينا نبص في الاختيار اللي بعد كده بيقولي المباني الجديدة يتم تصممها بدول طبعية والتالتة بيقولي الكوارس الطبعية والمباني التقليدية لأ طبعا في الرابع بيقولي الكوارس الطبعية والمدن الصناعية فلا طبعا هو هي اول واحدة هي اللي صحة بقولي بعد كده ايه هيكون افضل مصدر ان انت تعرف عن الزلزال بتاع سان فرانسيسكو اللي حصل عام الف سرمائة وستة فمسلا بيقولك هنا اه موقع شخصي بواسطة شخص ما اه طبعا يعني بتكلم عن سان فرانسيسكو ولا جورنال ريتم باي سامون يعني جورنال اتكتب بواسطة شخص ما طبعا هو سيرفا سيرفايف اه طبعا بقى اه من زلزال الف سرمائة وستة طبعا هو ده لان ده هو افضل شخص هيقدر ان هو يوصل لنا ويجيب لنا معلومات صحيحة هو الشخص عصار الزلزال وفضل يعني فضل على قيد الحياة بعد ايه بعد الزلزال طبعا ده الاختيار صحيح هو ده الشخص اللي ممكن يكون افضل مصدر يجيب لنا معلومات عن الزلزال بولي انادر وورد يعني كلمة اخرى للكلمة اللي هو مدهال اللي هي كلمة في القطعة فطبعا وانا وانا بقرأ القطعة هي ايه هي ايه طب نرجع عليها كده كلمة فاست هنا يقول لي يا سيدي هما سموا الزلزال ده زلزال عظيم بسبب الضمار الهائل الضخم اللي حصل يبقى انا عندي هنا فاست يعني هائل او ضخم خلاص ما هو بيقول لي جريت كواك يعني زلزال عظيم طب هما هيسموه زلزال عظيم ليه بسبب الضمار الغير هائل او الصغير اللي حصل ولا ضمار هائل لا طبعا ضمار ايه ضمار هائل يبقى انا هنا هاختار ايه يبقى انا هانزل كده ابص على الكلمات اللي مدهالي طبعا ايه ايه هنا اللي في القطعة بيديني معنى فاست خلاص فاست طبعا يعني ضخمة او كبير طبعا عندي حاجة اسمها اكستنسف يعني هائل او كبير او متسع فطبعا هي دي السننن بتاع الكلمة دي يبقى انا هاختارها لان دي طبعا بمعنى ضئيل او صغير فطبعا ما تنفعنيش يبقى انا عندي ايه اللي بمعنى هائل فانا هاختار طبعا اكستنسف والكلمة دي موجودة عندي في المنهج بعد كده بيقول لي يعني بعد خراءة القطعة يعني بعد ما تكرأ القطعة دي ايه الجملة الصح عن الزلزال بتاع الف تسعمائة وستة هل الفيضان كان مشكلة كبيرة بعد الزلزال ولا الزلزال طبعا ترك كل شخص في المدينة بدون مقوى ولا الناس كانوا غير معدين لاي نوع من انواع الزلازل في الف وتسعمائة ولا ان النيران بعد الزلزال سببت ضمار عظيم لمدينة سان فرانسيسكو وهي دي طبعا ان النيران بعد الزلزال سببت ضمار عظيم لطبعا المدينة بتاع سان فرانسيسكو لانها طبعا ادت الى وفاة 500 شخص وادت الى ضمار 3000 فدان بقول لي هنا deliberate design and planning begin يعني طبعا التصميم دي بدأت امتى هل هي بدأت قبل 1900 ولا بدأت في عام 1900 ولا many years after يعني عديد من السنوات بعد 1900 ولا من 1900 سنة طبعا انت لو تفهم ان هو بيقولك الزلزال ده حصل بالزبط في 1906 يبقى ما ينفعش ان هم عملوا التصميم دي قبل 1900 ده غلط تمام ما ينفعش انه حصل بالزبط في 1900 برضو غلط ولا ينفع من 1900 سنة طب حصل امتى اكيد بعد 1900 بالعديد من السنوات طبعا بعد الزلزال ده ما حصل بدأوا ان هم يطمموا التصميمات دي خلاص بقول لي هنا according to the information يعني طبقا للمعلومات اللي في القطعة ماذا تعتقد ان يحدث لو حصل زلزال تاني او زلزال ضرب مدينة سان فرانسيسكو خلاص هل المدينة هتبقى معدى بشكل اقال عن سنة 1906 ده طبعا غلط ولا فاير زوير ريفج زا سيتي افتر اين ارسكواك ولا النيران هتدمر المدينة بعد الزلزال ولا زا سيتي ويل بي بيتر بربير توقات ولا المدينة هتبقى معدى بشكل افضل ان هي طبعا تواجه الزلزال ده ولا المواطنين هيرفضوا ان هما يعيدوا بناء المدينة طبعا المدينة هتبقى معدى بشكل افضل ان هي تواجه هذا الزلزال خلاص يبقى انا هنا عندي اختار سيد بولي نوع دي is buildings in developed countries يعني في هذه الايام المباني في المدن المتطورة يتم تصميمها طبعا various يتم تصميمها ان الكوارث الطبيعية ايه غير متوقعة اكيد طبعا ان هي تقاوم يعني عندي اول حاجة عندي هنا حاجة اسمها resist تمام resist يعني ايه resist يعني يقاوم بيجي منها كلمة resistance يعني مقاومة خلاص عندي طبعا assist يعني يساعد insist يصمم او يصر consist يشتمل فطبعا ما يفعش عندي غير اول واحدة اللي هي ايه اللي هي resist تمام اللي هي تواجه خلاص يبقى هنا طبعا التصميمات الحديثة مصممة ان هي تواجه الكوارث الطبيعية غير المتوقعة خلاص انا كده طبعا خلصت اول قطع عندي يارب ان انت تكون فاهمها اي كلمات جديدة عليك اتمنى ان انت تكون كتبها وكون فاهم انا اتصرفت ازاي معه قطعة طبعا هنخش على القطع التانية هنعمل برضو نفس الخطوات كل اللي هنعمله ان احنا هننزل على الجمل بتاع الاسئلة وبعدين هنرجع تاني نقرأ القطع فانا مثلا بيسألني برضو والسؤال ده شائع جدا في القطع اللي هو يقول لي يعني افضل عنوان للقطع دي هو ايه تمام يبقى انا وانا بقرأ برضو هبقى مركز ايه اللي ممكن يكون عنوان للقطع بيقول لي باي وير زا بيقول لي لماذا المقيمين في طبعا في الجبل يعني تم تججعهم ان هما يخلوا الجبل ده خلاص فانا هكون عارف برضو وانا بقرأ ان المقيمين دول ايه اللي حصل علشان يشجعهم ان هما يخلوا الجبل ده خلاص ثالث جملة عندي بيقول لي يعني بعد قراءة القطعة لماذا تعتقد ان معظم الناس رفضوا انهم طبعا يعملوا عملية اخلاء للمنطقة اللي حوالين البركان فانا عايزك برضو تعرف ان ليه في ناس او معظم الناس رفضوا انهم اصلا يسيبوا المكان اللي موجود حوالين البركان وفضلوا موجودين فيه خلاص ده طبعا هعرفه دلوقتي وانا بقرأ القطعة بس انا لما قرأت السؤال انا خلاص الموضوع بالنسبالي مع معمول بالبونت العريض كده خلاص بيقول لي هيئنا يعني عايز مني هلا عكس كلمة طبعا دي يعني يخلي خلاص هعرف بقى طبعا لو انت مش عارف كلمة وبديد عليك فانت طبعا هتقدر انت تخمنها وانت بتقرأ القطعة وزي ما انا عاودتكم انت هتقرأ طبعا الاسئلة وبعدين القطعة تقرأها مرتين تلاتة حسب ما انت تقدر تلم اكبر قدر من المعلومات موجودة في القطعة بيقول لي هنا ماذا تعتقد ايه هو بيكون غرض غرض المؤلف ان هو يكتب نص زي ده غرضه ايه فانا برضو هفهم الموضوع ده وانا بقرأ الايه القطعة ايه غرض المؤلف من القطعة دي هل هو بيسلينا ولا هل هو بيخنعنا بحاجة ولا هل هو بيحذرنا من حاجة بيقول لي بعد كده يعني ايه من اللي جاي ده بيلخص الفيراجراف التالت فوردو انا بقرأ هكون شايف الفيراجراف التالت مركز عليه كواس قوي علشان اعرف انه جملة بتديني الملخص بتاع الفيراجراف ده كله بيقول لي ايه المتوقع عن البراكين في المستقبل خلاص برضو ده هعرفه دلوقتي وانا بقرأ الايه القطعة خلاص بيقول لي هنا يعني ايه من الجمل اللي جاي دي بيعبر عن رأي خلاص طبعا السؤال ده مش كامل فاحنا مش هنكمله هنعمل السبعة وهنسيب السؤال ده لان طبعا الاجابة بتاعته مش كاملة فنرجع بقى نقرأ القطع بيقول لي هنا يعني التاريخ الحديث شاركة طبعا فيه الانبعاثات او التوراة البركانية المميتة بيقول لي خسيدي ان فيه جبل اسمه ده موجود طبعا في ولاية ولاية اسمها واشنطن طبعا الجبل ده بيتم تسميته او تم تسميته الجبل الدخان او التدخين خلاص تم تسميته كده بواسطة الامريكيين الاصليين تمام بدأ ان هو الجبل ده يبقى نشط للغاية وبحلول شهر مارس في عام الف وتسعمية النشاط بتاع البركان بدأ ان هو يزيد بشكل ملحوظ تمام الزيادة او زيادة النشاط بتاعته زوس الناس طبعا بيعيشوا بالقرب من الجبل تم تشجيعهم ان هما يعملوا عملية ان هما يعملوا عملية اخلاق ان هما يسيبوا المكان حوالين حوالين الجبل ده لكن لسوق الحظ مش كل شخص استمع ليه التحذيرات وغدر المنطقة وان فيه ناس طبعا اللي اختاروا ان هما يقيموا فيه طبعا المنطقة اللي فيها البركان او المنطقة بتاعت الجبل دي طبعا لما يكونوا مدركين اللي هيحصل او الموقف خطر قد ايه ان الناس بقى اللي اختاروا ان هما يفضلهم ما كانوش مدركين قد ايه الموقف خطر تمام ويكون خطر ازاي ويقول لي بعد كده بحلول 18 مايو في عام الف تسعمية وتمانين المنطقة طبعا اللي حوالين البركان تم ضربها بزلزال اجزاء طبعا من الجبل بدأ ان هي تنقسم واحد من اكتر او اعظم الانقسامات الارضية تم تسجيلها بعد كده او حصلت بعد كده كنتيجة للايه للبركان ده خلاص لكن الجبل ما انتهاش زي بولكينو طبعا البركان تار وبدأ ان هو طبعا ياخد في طريقه كل الاشجار وياخد طبعا كل المناطق لحد اتناشر ميل من نقطة البركاني بولي الانفجار سبب ان طبعا ايه جرف كل الارض الموجودة طبعا وكان كل شيء بيتم جرفه بسرعة او بقوة الانفجار لاسفل الجبل بسرعة طبعا بتكون ميت ميل في الساعة طبعا هنا بدوره طبعا ان الفيضان اللي حصل ده اخد في طريقه او ضمر ضفتين النهر الموجودين طبعا او المحيطين للجبل ده سبب طبعا ايه اوفرفلو اندستري ايبرسنج انديرباس دمر كل شيء موجود في طريقه على الرغم من التحذيرات طبعا كل شخص افريون ديدينت رويتش سيفتي كل شخص ما وصلش للسلامة المطلوبة افتي سيفن 27 شخص ميتم كنتيجة لهذه الكارثة الطبعية العلماء طبعا استمروا ان هما يراقبوا مونتور مونتور يعني ايه يعني يراقبوا ايه يراقبوا البركان طبعا النشط وبيعملوا طبعا ان كارثة زي اللي حصلت دي متحصلش تاني او متكررش تاني في المستقبل القريب الكارثة اللي حصلت في عام الف تسعمية وتمانين بيقول لي هنا يعني افضل عنوان للقطعة دي ايه يعني البركان محدود ولا طبعا ثوران البركان ولا اهم بالبولكانو ولا فطبعا انا هنا هختار ايه طبعا الموضوع واضح قدامي خالص ان انا هنا عندي هختار اللي هو طبعا ثوران مميق هنا طبعا بيقول لي يعني افضل عنوان للقطعة دي هو ايه هل هو المتد بولكانو ولا بولكانو ايبريشن ولا اهم بالبولكانو ولا اديد لأيبريشن فطبعا هنا افضل عنوان للقطعة اللي هو اديد لأيبريشن اللي هو طبعا الثوران للبركان المميق ليه الناس المقيمين الموجودين في الجبل دول او حول الجبل تم تشجعهم ان هما يخلوا المكان ده او يخلوا المكان اللي حوالين الجبل هل هما زي هل هما كانوا عايزين ان هما يشاهدوا الثوران بتاع البركان ولا زي ما كانوش يتوقعوا ايه اللي يحصل ولا زي ما كانيش يعرفوا ان فيه اصلا بركان ولا زي ولان هما كانوا عارفين ان البركان ما هوش هيصور طبعا هما ما توقعوش بولي هنا يلي المقيمين حول الجبل تم تشجعهم ان هما يخلوا المكان حوالين الجبل اه طبعا بيقول لي اول حاجة زي فولكين يعني البركان كان بيبين اشارات طبعا للنشاط العظيم بتاعه والنشاط المتزايد بتاعه فده اكيد دي الاجابة لان طبعا ده اللي خلاهم ان هما يسيبوا المكان الموجود في البركان ويمشوا ويعملوا له اخلاق لان طبعا بسبب النشاط المتزايد للايه للبركان لان جايب لي طبعا الاجابة التانية بيقول لي يعني طبعا الحكومة ارادت ان تاخذ بيوتهم او منازلهم بالقوة ده طبعا غلط تمام بيقول لي بعد كده ان الحيوانات حاولت تهرب من البركان او نشاط البركان وده طبعا مش موجود اصلا في القطعة وبعد كده بيقول لي ان التجارب طبعا السرية للحكومة كانت بتحصل حوالين الجبل وكل ده غلط طبعا انها اختار اول واحدة اللي هو البركان كان مبين نشاط زائد او علامات او اشارات للنشاط الزائد بتاعه بقول لي هنا after reading the passage يعني بعد ما انت تقرأ القطعة why do you think most people لماذا تعتقد ان معظم الناس بترفض ان هي تخلي المنطقة حوالين او رفضت ان هي تخلي المنطقة حوالين البركان هل هم they wanted to watch the revolution هل هم كانوا عايزين يشاهدوا الثوران او الانفجار ولا they didn't expect what would happen ما كانوش يتوقعوا لا يحصل اكيد طبعا هتكون دي الاجابة الصح ان هما الناس دول ما كانوش متوقعين ان كل ده هيحصل ان هما اكيد مش متوقعين ان هما هيموتوا يعني بعد كده طبعا لان في الاجابة التالتة بيقول they didn't know that there was a volcano ما كانوش عارفين ان في بركان لا طبعا كانوا عارفين لان كان في اه طبعا اشارات للنشاط المتزايد للايه للبركان ولا ان هما كانوا عارفين ان البركان مش هيصور لا برضو لا هما ما كانوش متوقعين ان كل ده هيحصل بيقول لي بعد كده the antonym of the underlying word evacuate يعني عايز عكس كلمة evacuate يعني ايه evacuate يعني يخلي evacuate يعني ايه حبيبي يعني يخلي طبعا عكسها كلمة ايه عكس كلمة evacuate ايه عندي حاجة اسمها occupy اللي هي ايه طبعا يعني طبعا ايه عكس يخلي ان هو ايه يعمر او يسكن تمام او يقيم فده طبعا هو ال antonym بتاع كلمة evacuate خلاص بيقول لي بعد كده what do you think the other's purpose ماذا تعتقد ايه هو غرض المؤلف من كتابة نص زي ده اكيد هو طبعا ما كتبش النص ده عشان يسلينا او علشان يقنعنا بحاجة لو كتب النص ده علشان يحذر من طبعا الثورات البركانية بيقول لي بعد كده which of the following summarizes the third paragraph ايه من الجملة اللي جاة ديت طبعا بيلخص البراغراف الاخير لو جيت بسيط هلاقي بيقول لي the results of volcano اللي هو طبعا نتائج البركان ولا ثوران البركان ولا تصرف الحكيم للمواطنين ولا طبعا هنا الاخلاق الاجباري للشرطة اتبارجع كده ابص على البراغراف ثالث بقول لي هنا طبعا ان حصل فيضانات من النيران اللي حصلت او من البركان وطبعا بقت تجرف كل شيء في طريقها ودمرت دفاف النيل ودمرت كل حاجة بتقابلها فطبعا اما ارجع تاني للاختيارات بتاعتي هلاقي هنا طبعا اللي هو في الاختيار بتاعي هلاقي عندي او الوحدة اللي هي نتائج البركان اللي انا طبعا كان بيتكلم ان حصل طبعا ضمار لكل المنطقة وضمار لضفاف النيل والحاجات دي كلها بقول لي what is predicted about volcanoes in the future يعني ايه المتوقع للبراغين في المستقبل العلماء هيكونوا قادرين ان هما يتحكموا فيها اكيد طبعا لان طبعا من خلال اللي حصل ان العلماء بدأوا ان هما يفكرهم ويعرفوا ان هما ازاي يتصرفوا في المواقف اللي ازاي ديت طبعا مديني الجمل بعد كده بيقول لي ان العلماء ربما ان هما يتركوا دراسة البراكين وده طبعا غلط وبيقول لي ان كل الناس سوف تتعلم عن البراكين وده طبعا غلط ويقول لي كل الناس هتدمرهم فده طبعا برضو غلط خلاص احنا كده نكون خلصنا تاني خطعة معانا سهلة جدا وبسيطة كل اللي عملنا ان احنا قرأنا الجمل الاسئلة اللي امام الدهايلي وبعدين رجعت قراءة القطعة نفسها وبعدين انا بدأت ان انا احل الجمل اللي هو من الدهايلي برضو هنخش دلوقتي على القطعة التالتة لو انت فصلت وعايز تقوم تفصل كده تاكل اي حاجة وتشرق اي حاجة وترجع تاني نكمل الفيديو علشان تخلص كل الخمس قطعة ان شاء الله في الفيديو ده تقوم وتعالى وقف الفيديو وقوم كده وتعالى لو عايز اعرفك ان انت ممكن ان انت تبدأ ان انت تحاول تحل من من اول مسلا القطعة التالتة دي تبدأ ان انت تحاول تحل انت تسبق كده وتوقف وتشوف تحاول انت تحل القطع انت لوحدك وبعدين شوفني وانا بحلها الموضوع ده هيفرق معك كتير جدا خلاص اه هنا طبعا بيقول لي يا سيدي جايب لي قطعة وهنبدأ ان احنا ننزل على الجمل بتاعتها الاول بيقول لي طبعا برضو نفس السؤال الشهير بتاعنا زي بست طايتل فور زي باسج از يعني افضل عنوان للقطع هو ايه خلاص فبرضو هنا وعايز مني العنوان بعد كده بيقول لي زي اندرولايند وورد زوس وطبعا هنا بيجيب لي ضمير او كده وبيقول لي ضمير ده بيشير لايه خلاص اه فانا هكون بركز بقى وانا بكرق القطعة اشوف ده بيشير لايه طبعا وانا بكرق ويركز في الجملة اللي قبله كويس قوي علشان افهم ده بيشير لايه بالزبط خلاص اه بيقول لي هنا لما انت طبعا تاكل قطعة من الكعك انت تستطيع انت تزواقها باستخدام ايه في لسانك تمام فهنا طبعا جايب لك اجزاء من اللسان وطبعا من خلال قراءة قطعة انا كده اشوف بعمل حاجات بالبونت العريض كده علشان او انا بكرق فخلاص الحاجات ده هتثبت كده في دمائي او هتنور كده قدامي علشان ان شاء الله او مرجع حل تاني الجمل دي اكون انا قادر طلع الاجابة بسهولة عندما نحن نكبر يعني البراعم اللي موجودة في اللسان بتصبح ايه لما احنا نكبر هنا بيقول لي يعني هنا بيقول لي انا عايز عكس كلمة قلتلك انت في كلمات كتير انت مش هتبقى عارف معناها وتأكد انه هيجب لك كلمات انت مش عارف معناها هيبقى عايز منك طبعا الراجل اللي حطت القطعة دي ان انت تخمن او تقدر ان انت توصل لمعنى الكلمة دي وان شاء الله انت بقراءة القطعة مرتين ان شاء الله هتقدر انت توصل معرفتش اكيد هتقرأ القطعة مرة تالتة وهتوصل ان شاء الله لمعنى الكلمة دي هتخمنها بشكل صحيح ان شاء الله فهنا عكس طبعا الكلمة اللي مدهالي انا هقدر ان انا من خلال وانا بقرأ القطعة هفهم الكلمة دي يعني اصلا وخمن معناها بعد كده بيقول لي زى يعني الجزء ايه في اللسان اللي يحتوي على اي براعم وانا بقرأ هقدر ان انا طبعا اكون واعرف ايه الجزء اللي في اللسان لا يحتوي على اي براعم لو انت طبعا تريد ان تتزوق القهوة انت سوف هتستخدم هتستخدم ايه الجزء الايه موجود في لسانك خلاص هنا بيقول لي يعني طبقا ليه القطعة نحن استطيعا نقول ان فطبعا هنا مديني شوية حاجات او حقائق فانا محتاج برضو ان انا اكون وانا بقرأ القطعة مركز جدا عشان نفهم ايه الحقائق دي او انهي حقيقة فيهم اللي صح فيلا بينا كده نشوف القطعة دي بتتكلم عن ايه علشان نحل عليها ان شاء الله بيقول لي هنا انت تمتلك اا بعض الاشياء المعقدة انت متعرفش عنهم حاجة كتير يعني لسانك تمام حوالي عشر سنتيمتر طوله يعني مغطى ببراعم تزوق طبعا دي نهايات عصابية صغيرة جدا بتمكنك ان انت تتزوق الطعام يعني طبعا الاطفال بيتم ولادتهم ببراعم تزوق بتبقى مغطية كل البق بتاعهم طبعا البراعم دي بتختفي بشكل تدريجي كل ما يجوا يكبرهم خلاص بتسيب البراعم بس اللي على اللسان طبعا كل ما يكبر كل ما البراعم دي بتقل بيسيب لهم بس البراعم اللي ايه اللي على اللسان دي طبعا البالغ بيكون عنده حوالي الف برع متزوق بيقول لي نحن استطيعا نتزوق الطعام بتاعنا لما طبعا السالفة سالفة يعني ايه السالفة يعني اللعاب اللي هو الاليكود بريديوز بايزا ماس طبعا ده سائل بيتم انتاجه بواسطة الايه بواسطة الفم بيعمل ايه بيدوب المواد الكيميائية الموجودة فيه الطعام وبيخسل او بيمررهم على طبعا البراعم بتاعت الايه التزوق يعني فيه اربع مذاقات اساسية لينا طبعا اللي هي الحاجة الحلوة وعندك سوير اللي هي الحامض وعندك سولت اللي هو ايه المالح وعندك اللي هي اللي هي الحاجة المرة خلاص كل براعم التزوق تقدر ان هي تكتشف كل هذه المذاقات خلاص لكن فيه مناطق مختلفة في اللسان بتقدر ان هي تكتشف المذاقات بشكل افضل يعني على سبيل المثال بيقولي يعني هنا المذاق الحلو زي مثلا سكر يتم اكتشاف المذاق الحلو بشكل افضل بشكل افضل بشكل افضل بواسطة طبعا الايه اللي عندك طرف اللسان طبعا يعني طرف فايه اللي بيدوق الحاجة الحلوة بشكل افضل اللي هو طبعا طرف الايه اللسان بقولي هنا يعني هنا بيقولي الحاجة الملحة بيتم اكتشافها بواسطة زوس زوس دي يقصد ايه اكيد هنا يقصد بادز لان هو ايه اللي بيكتشف اكيد هي البراعم فاكيد هو هنا يقصد ايه فتا طبعا اول جملة انا بقابلها هو في القطعة وعرفت الحل بتاعها بسهولة اد زا فرونت سايدز اوف دا تانج طبعا في الجانبين بتوع اللسان زا تقصد بادز اللي هو طبعا ايه البراعم بتاع التزوق على طول طبعا الجنبين اد باك اوف زا تانج واللي هنا يسيدي براعم التزوق اللي على طول حفتين الخلفيين لللسان ارجوت اد دي تاكتنج سور تاستس اللي هي طبعا الطعم الحمض زي ايه الطعم الحمض ده زي اللمون بقول لي بقى البراعم الموجودة في خلف اللسان تمام او ظهر اللسان بتستكشف ايه افضل بتستكشف الطعام المر او المزاق المر يعني ايه مزاق مر يعني زي القهوة كده مش القهوة مرة بالزبط زي القهوة بتستكشف ايه بتستكشف الطعام المر او المزاق الايه المر لا يوجد براعم للتزوق في مركز او وسط اللسان. بقول لي هنا يعني هنا اللسان برضو بيتم استخدامه في الحديث او في الكلام. طبعا بيمتازك طبعا او الحدث دي بيمتازك طبعا ان بيبقى فيه اللسان والمعدة والفم والشفتان بيغيروا طبعا الاسوات بيحركوها ويغيروها لحد ما تطلع كلمات. فانا مسلا جايب لي اول سؤال بيقول لي يعني افضل عنوان للقطع هو ايه? طيب من خلال قراءة للقطع انا هكرق الاختيارات وبسهولة هقدر اعرف ايه افضل عنوان للقطع. اول حاجة بيقول لي اللي هو طبعا وظائف اللسان بتاعنا. فاكيد طبعا هي دي الصح. لان بيقول لي بعد كده يعني موقع اللسان وغلط. اه طبعا الكلمات اللي بتطلع من اللسان وده غلط هي اول واحدة هي اللي صح. اللي هو طبعا وظائف لللسان بتاعنا. خلاص. اه بعد كده بيقول لي زي ودي احنا طبعا طلعناها واحنا بنقرأ القطعة بشكل سهل جدا هو يقصد بزوز دي البراعم اللي بتتزوت. البراعم اللي هي ايه? البراعم اللي هي بود. بولي وين يو ايت ابيس اوف كيك. يعني لما تيجي تقرأ اه ما تيجي تاكل قطعة من الكعك. بتقدر انت تزوغها باستخدام ايه? اكيد باستخدام باستخدام طرف اللسان. طرف اللسان اللي هو ايه? اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو طبعا ليه? اللي لو استخدمت اللي ان طبعا الجزء ده من اللسان بيقدر ان هو يتزوق الطعام الحلو. خلاص فطبعا الكعكة هتطعام حلو. فهستخدم هنا طرف اللسان. بولي بينما نحن نكبر او عندما نكبر البرائم بتاعت اللسان بتاعنا بتصبح ايه لما احنا نكبر? اكيد بتقل. البرائم دي بتقل. طب انا هنا هاختار ايه? هل ليست? لا هو ده مش تفضيل علشان اختار ليست. هل مور? لا هي مش بتزيد برضو علشان ان انا اختار مور. طبعا انا هاختار ايه? هل اختار هنا لس ولا فيور? اكيد بتصبح اقل وانا عندي البطز دي غير معدودة. فانا هنا طبعا هاختار خلاص. بقولي هنا ازا انتنوم او. اه عكس كلمة. عكس كلمة ركز معي انا بقول ايه? عكس كلمة. عكس كلمة ايه? دي سولبز. دي يعني ايه? يعني ازابة او اختفى. خلاص? عكسها ايه? عكسها طبعا كلمة. يعني ايه? يعني يزهر لان برضو انا هاجه بص هنا اقلق يعني يختافي وميلتي يعني يزوب. لأ يبقى انا عندي ايه? العكس بتاعها? عندي العكس بتاعها كلمة يعني ايه? يعني يزهر. بقولي ايه اللي في اللسان? اللي في اللسان لا يحتوي على اي. براعم انا عندي طبعا منتصف اللي هو اللي هو مركز او منتصف اللسان يبقى انا هنا اختار ايه اللي هو طبعا منتصف اللسان لا يحتوي على اي ايه? على اي براعم. بقولي اف يو نيت تو تاست كافي. لو انت عايز تتزوق القهوة يويل يوز انت هتستخدم الجزء الايه في اللسان بتاعك لو انت عايز تتزوق القهوة. طب القهوة دي ايه? القهوة دي حاجة مرة. خلاص? علشان انا اتزوق الحاجة المرة فانا بستخدم طبعا جزء الايه الخلفي فيه اللسان. بطبعا اختار part of your tongue. بولي بعد كده according to the passage يعني تبقى لقطعة we can say that. نستطيع ان نقول ان the tongue has many areas that deal with the same test. يعني اللسان فيه العديد من المناطق اللي بتتعامل مع نفس الطعم. ولا مناطق مختلفة في اللسان بتكتشف مزاقات مختلفة بشكل افضل. اكيد هي دي اللي صح اكيد يعني. من قبل ما اكمل الباقي. خلاص? طيب واللي عندي بيقولي بيقولي هنا بعض من المناطق باللسان بتتتزوق العديد من المزاقات فده طبعا غلط ولا 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 تلت اجزاء من اللسان اللي بتتطيع ان تتتزوق بشكل افضل فده طبعا غلط. فانا هنا اخترت الاجابة الصحيحة اللي هي مناطق مختلفة في اللسان بتقدر انها تكشف المزاقات المختلفة بشكل افضل وبكده نكون خلصنا القطعة التالتة يا رب يا رب تكون انت مركز معايا ويا رب تكون بتعمل زي ما انا بقول لك والله العظيم. هتطلع من الفيديو دي ان شاء الله القطعة بالنسبة لك سهلة جدا جدا وان شاء الله مش هيفق قدامك اي قطعة تانية وكمان مع الفيديو التاني اللي هيكون فيه خمس قطعة تانيين فانت ان شاء الله هتبقى جدا 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 في القطعة ان شاء الله. اتمنى ان انت تكون مركز معايا وتعمل اللي انا بقول لك عليه برضو احنا في القطعة الرابعة لو انت عايز لو انت عايز ان انت دلوقتي يتوقف الفيديو وانت تحلها انت فانت ممكن تعمل كده وترجع تشوف الحل بتاعي الموضوع ده هيفيدك كويس جدا ويفرق معك يعني خلاص. دلوقتي هننزل نحن نقرأ الاسئلة وبعدين هنرجع تاني علشان نقرأ القطعة. فتعالا بقى نشوف الاسئلة بتاعتنا بيقول ايه. برضو نفس السؤال للمعتاد بتاعنا اللي يكاد بيجي لنا في كل قطع يعني ما هو افضل او اكتر عنوان مناسب للقطعة دي. خلاص انا وانا بقرأ طبعا هكون مركز ايه العنوان المناسب للايه للقطعة. خلاص بيقولي هنا زي يعني عايز هنا مراضف للكلمة اللي بيدها ليه. طيب انت حضراتك الكلمة اللي بيدها لي ديت انا هعرف المعنى بتاعها منين. طيب انا هعرفها منين. انا هعرفها طبعا من خلال وانا بقرأ القطعة بتاعتي هقدر ان انا نخمنها. نقرأ اول مرة وتاني مرة. هقدر ان انا نخمن ان شاء الله تاني مرة. ما اقدرتش في تالت مرة هقدر ان انا ان شاء الله يجيب المعنى الصحيح للكلمة بتاعتي. خلاص? اه برضو هكون انا مركز على الكلمة دي وانا بقرأ القطعة بعد ما اخلص قراءة الايه الاسئلة. طيب بعد كده بيقولي يعني خلال الاول. اه الكاتب حاول انه هيعمل ايه? فبرضو انا بقرأ البراجراف الاول. اشوف الراجل ده كان عايز يقول ايه في البراجراف الايه الاول. اه بيقولي بعد كده. ديو سينك دات بزيستر هاد اه 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 ادفنتيجوس. يعني هل تعتقد ان الكارثة دي ت كان لها اي مميزات برضو انا بقرأ. هاعرف هل في لها اي مميزات ولا مكانش ليها اي مميزات. بيقولي هنا. يعني عصفة الغبار دي اثرت على كام ولاية او كام مدينة. خلاص. اه بيقولي هنا يعني عكس 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 الكلمة دي ايه? في القطعة. طبعا لو انا بقرأ القطعة هاعرف معنا الكلمة. اه وبعدين هقدر ان انا اخمن ان شاء الله بشكل صحيح. واقدر اختار العكس بتاعها ايه? او الانترون بتاعها ايه? واللي هنا يعني السبب الرئيسي. منش اللي الكارثة طبعا اللي تم ذكريها فين? في البسج اللي هي في القطعة. طيب خلاص خلصنا الاسئلة بتاعتنا. تعال نرجع كده نشوف القطعة دي بتتكلم عن ايه? والرجل ده جاب لنا ايه? الراجل ده بيقول يا سيدي تخيل ان يوم كده مهار تحول لليل. العالم مغطى بغبار كسيف مسبب للعمى. اه لدرجة انه كل ضوء الشمس اتحجب من الرؤية خالص. كل شخص حواليك بيجري. بيجري من ايه? من السحابة الضخمة بتاعت الغبار بتاعت الطراب. اللي هي طبعا اللي هي طبعا هتخنق الضحايا بتاعها طبعا بيسحابة من الطراب او الغبار. طيب انا هنا عرفت ان سفقت يعني يخنق. مع اصحابة دي هتعمل ايه? هتخنق طبعا البحايا بتاعها. تخيل كده هي دي مش ممكن تحصل. طب سنك اجين نفكر مرة تانية. بقول لك يا سيدي ان في الولايات المتحدة الامريكية خلال الف تسعمية وتلاتين. في منطقة في منتصف المدينة او الدولة اصبحت معروفة از باست باول. في عاصفة غبارية ضخمة. اه 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 ضمرت المناطق اللي في الولايات اللي هي في ولاية كانسز. ولاية اسمها وكلاهوما وتكسز وكولورادو ونيو ميكسيكو. كل دول اتدمروا. العاصف الترابية ديت كانت السبب بتاعها الرئيسي باي زلاك يعني بسبب ايه? بسبب نقص التخطيط للمناطق اللي بيتم زراعتها بشكل مستمر. اند اسيريس وسلسلة متتابعة من الجفاف اللي حصل. زات سويبت ترو زا رافج فارملان. طبعا ادى ليه العاصفة اللي حصل. التربة الرخوة لوز سويل ليه تربة ايه? رخوة. بسهولة طبعا. ساكيومبت تو دا سترونج واينس. يعني بسهولة طبعا ايه اللي حصل لها? استسلمت ليه الرياح القوية. التربة الرخوة اكيد ان هي استسلمت الرياح الايه القوية. اه طبعا جاهزة ان هي تكنس الارض طبعا بعواصف اوسح. سحب ضخمة طبعا من الاتربة. اه عبرت طبعا كل الجزء ده بالفعل اللي هي المناطق الموجودة فيهن في وسط الغرب. اه هذه الكارثة البيئية سببت ان فيه تلاتة مليون شخص. انهم يغادروا المنازل بتاعتهم. طبعا في منطقة الايه السهول الكبرى. منطقة السهول الكبرى. المنطقة السهول الكبرى اللي هي منطقة الايه السهول الكبرى. اه اللي غادروا دول بيعملوا طبعا ان هما يجدوا الطعام والمقوى. وطريقة جديدة للحياة. لعائلاتهم. انهم طبعا اتحركوا طبعا من الغرب. رغم من كده في بعض منهم عملوا كده طبعا وجدوا مباني او وجدوا بيوت جديدة. لكن من المحزن بقى والمؤسف ان العديد من الناس دول اللي كانوا بيعملوا بحياة افضل. تم اكبرهم ان هما ياخدوا اي وظائف بيقدروا ان هما يجدوها ليبقوا على قيد الحياة. الناس طبعا في المناطق الاخرى ما كانوش بيعملوا غالبا المهاجرين يعني مهاجرين. ما كانوش بيعملوهم بطيبة. بيؤمنوا او يعني بيؤمنوا ان تدفق الناس للمواطن بتاعتهم هيسبب طبعا ازدحام وصعوبات لعائلاتهم بقى. خلاص يعني السكان الاصليين بيعتقدوا ان هيحصل لعائلاتهم صعوبات بسبب تدفق الناس طبعا المهاجرين. عالرغم من كده الموضوع ده كان له شيء ايجابي او تأثير ايجابي على الزراع. شوف هنا وكان بيسألني لو تفتكر في الاسئلة بيقول لي هل كان ليه اي ميزات اه. احنا نقابل الميزة اهوات. ان هو ايه الناس تعلموا ان هما ازاي امبلامنت فارمينج. تعلموا ان هما ازاي يمارسوا الذراع. زات والسيف زي سويل اللي هتقدر ان هي طبعا تنقذ تنقذ التربة وتنقذ برضو. هنا طبعا بيقول لي ايه العنوان المناسب للقطعة فهل هو الاختناق بصحب ولا الترب الرخوة ولا طبعا هنا العصفة الغبارية ولا التدفق الناس. اتكيد طبعا زدست ايه بقول لي عصفة الغبار. بقول لي زي سنانم افزا اه يعني كلمة يختانط دي او يخنق. ايه السنانم? يعني ايه سنانم? يعني المرادف بتاعها ايه? ايه المرادف بتاع الكلمة دي? طيب انا هكرا كده الحاجات اللي عندي عندي بريس وعندي سموزر وعندي امبلامنت اه يخنق اللي هي طبعا ايه امبلامنت دمعنى يخنق طبعا عندي بريس يعني ايه يتنفس يعني يبقى على الحقيقة. طب انا ايه ايه المرادف بتاعك كلمة بتاعتي اللي هي يخنق اللي عندي كلمة ايه? طيب بقول لي هنا ده يعني خلال البراجراف الاول. الكاتب كان بيحاول انه يكتب ايه? او بيحاول يقول ايه? تمام? اه انت لو تفتكر انه كان بديك في الاول كده صورة تخيلية. لو تفتكر كان بدينا صورة تخيلية كده تتخيل لدرجة انه جي في الاخر وقال لك هل تعتقد ان هذا حدث او ممكن يحصل? هيتفكر ثاني فبيديك صورة تخيلية. اللي هو ايه? بيمدك بصورة تخيلية او صورة نظرية. اللي طبعا لايه? ده القارئ. خلاص? ده طبعا الاجابة صحيحة. بعد كده بيقولي هل تعتقد ان الكارسة ديت لها اي مميزات? ايه طبعا. الناس يتعلون ان هم ازاي ينقذهم التربة بتاعتهم وان هم يحافزوا على التربة بتاعتهم. بقولي ازا ده يعني عواصف الغبار اثرت على كم ولاية? طبعا هارجع كده اهوت. اثرت على خمس ولايات. اللي هم ايه? الولايات اللي اثرت بيه اللي حصل ده. عند هوا او الواحدة وعندي اوكليهومة وعندي تيكسيز وعندي كولورادو وعندي نيو ميكسيكو. فدول بقى طبعا خمس ولايات. فان هنا طبعا اختار ايه? اختار 5. طبعا هنا اختار 5. اللي هي اول واحدة. عكس الكلمة بتاعت يعني ايه? يعني هنا استسلمة. الكلمة دي معناها استسلمة. عكسها ايه? عكس كلمة استسلمة ايه? طب فكر كده في الجمهة اللي موجودة عندك. تمام? عندي كلمة استسلمة يعني قاومة. كلمة دي احنا قلناها في باراغراف من اللي احنا كنا بنقولهم من شوية. يعني مقاومة. وقلت لك مقاومة. يعني قاومة. طب هو استسلمة. يبقى عكسها ايه? يبقى عكسها قاومة. يبقى دي هي الاجابة الايه? الاجابة الصحة بتاعتنا. خلاص? اه ابص بعد كده بيقول لي يعني هو السبب الايه الرئيسي. اه فور اه للكارثة طبعا اللي تم ذكرها في القطعة. ايه السبب الرئيسي? للكارثة اللي حصلت دي في القطعة كلها? طبعا السبب الرئيسي هو الجفاف. لما حصل جفاف حصل بعد كده. صحب طبعا من الغبار اللي دمرت الدنيا دي وخلت الاعداد دي كلها تهاجر المدينة بتاعتها. نخش سيدي على اخر بيريجراف معانا في الفيديو ده وياريت تكون انت مركز معايا وتكون بتوقف في الفيديو وتحل انت وبعدين تشوف الحل بتاعي علشان تستفيد فعلا وبكون مركز وبتكتب كل الكلمات الجديدة وبتكتب وراي النوت علشان قدم والله السؤال ده بياخد منك مجهود شوية بس هو سهل وبيلمي لك درجات عشر درجات من الهوا فركز معايا علشان ده فعلا عشر درجات مهمين وتقدر انت تجيبهم بسهولة ان شاء الله. بقول لي هنا اول سؤال عندنا. وده طبعا السؤال المعتاد بتاعنا. تعتقد ايه هيكون افضل آآ عنوان دي القطعة دي. طبعا آآ ده سؤال معتاد. بعد كده بيقول لي يعني اي من الحاجات اللي جاية بعد كده او الجمل اللي تحت دي ممكن يكون افضل التلخيص للبيراغراف التالت. تمام ما فيش مشكلة. وانا بكرق البيراغراف التالت هكون مركز عليه اعرف التلخيص بتاعه ايه? بعد كده بيقول لي يعني ايه? يعني ايه الكلمة دي اتبقى هاعرفها وانا بكرق البيراغراف فقبل ان انا اخمنها لو انا مش عارفها فهوصلها بسهولة ان شاء الله وهاعرف طبعا بتاعها هو ايه? بقول لي بعد كده ايه طبعا هي الطريقة اللي بيها الحيوان ده بيقدر انه يتواصل مع اه او الحيوانات دي تقدر انه يتواصل مع بعضهم البعض فبتواصلوا عن طريق ايه? اعرف طبعا السؤال ده وانا بقرأ القطعة فده طبعا زي ما قلت لك ده بديني كده بون تعريض علشان اقدر بعد كده اقدر اجاب بسهولة. بقول لي بعد قراءة القطعة. ماذا تعتقد المزتين الموجودين في الحيوان ده او الحيوان ده بيمتلكهم? هم ايه? خلاص? هركز برضو على المميزات بتاعته او الخصائص او السمات بتاعته. اصدو هنا كمان سمات او خصائص. بقول لي هنا يعني هنا الحيوان ده لا يحتاج الى المياه. ده بسبب ايه? برضو انا بقرأ اركز الحيوان ده لا يحتاج الى المياه ليه? بقول لي هنا الكلمة دي معناها ايه? لان طبعا تم استخدامها في القطعة. هركز برضو انا بقرأ الكلمة دي جايبهاي اللي بقانيه معنا علشان اعرف الحل الجملة بشكل صحيح. طبعا النوع ده من الحيوانات has many enemies. اللي هو العديد من الحيوانات. او من الاعداد. النوع ده من الحيوان اللي هو العديد من الاعداء. اللي منهم ايه? فطبعا جايب لي هنا اعداء او جايب لي حيوانات. وعايزني طبعا اه اشوف انهي منهم اللي هو ايه? اه عدو للنوع ده من الحيوان. نرجع طبعا على القطعة بتاعتنا. بقول لي هنا طبعا يعني طبعا ليست الزرافة هي الحيوان الوحيد الليه اه رقبة طويلة. اه طبعا بقول لي هنا ان في حاجة اسمها ده. اللي هي طبعا الاسم ده اه يعني اه الزرافة طويلة العنق. ده باللغة الصومالية. طبعا بيقفوا على القدمين الخلفيين بتاعهم. وبيمدوا طبعا الرقبة بتاعتهم علشان توصل لاوراق الشجر موجودة على الشجيرات. هما برضو بيستخدموا الاقدام الامامية علشان يجروا او يسحبوا الفروع. ده بيمكنهم ان هما اه طبعا اه يحصلوا على طعامهم من الشجيرات اللي بيكون ارتفاعها من ستة لتمانية قدم. بقول لي ان طبعا اه زرافة العنق دي اه النظام الغزائي بتاعها بيعتمد على اه الاوراق الاشجار الشوكية للشجيرات. اه زي اولزو ايد بادز برضو بيكلوا البراعم بيكلوا النبا بيكلوا الورود بيكلوا الفواكه. اه الفاكهة يعني. طبعا بيكلوا النباتات المتسلقة اللي زي طبعا هما بيحتاجوش المية. وده ركز لان ده سؤال جالنا. ليه? لان هما طبعا بيحصلوا على كل السوائل. كل السوائل اللي هما محتاجينها من الطعام بتاعهم. يبقى اما هنا بيحتاجوش المية ديه اما اصلا بيحصلوا على السائل او السوائل اللي بيحتاجوها من الطعام بتاعهم. بقول ياسيدي ان لها رأس صغيرة وعيون كبيرة. طبعا ايه ازنان كبار. لها طبعا الذكور منها لها قرون حلقية قوية. بالنسبة للغزال طبعا هم بيمتلكوا خلايا طبعا خلايا متعلقة بالشم. الخلايا طبعا خلايا اسمها خلايا الرائحة او غدد الرائحة. ده طبعا بتكون قدام او امام عينيهم وبتكون امام رجبتين متاعهم. بيستخدموا الغدد دي علشان طبعا يحددوا الارض اللي هم يعودوا فيها. مجموعات صغيرة من طبعا النساء بتاعتهم او الانساء بتاعتهم بتعيش معا مع صغارها طبعا او مع ذكور غير مرتبطين. طبعا بتتمر الارض بتاعتهم لمدة او لمسافة ميل او اتنين ميل. طبعا بتتحرك تجاه الضكور. هنا يعني الزبي. طبعا هنا بيعرفك ان الام بتحافظ دايما على الزبي ده اللي هو مخبأ لمدة من الوقت. هي بتغادر طبعا عشان تجيب لهم الطعام لكن لما بترجع بترجع للتمريض. ازاي يعني الام دي بتزيل من عليهم الروائح. الروائح. ذات. الرواح دي بتعمل ايه? بتعمل على جذب طبعا الحيوانات المفترسة. طبعا هي بتفضل تنظفهم وبتاكل النفايات بتاعتهم. طبعا طريقة ان بيحذر الاخرين في المجموعة من المخاطر. بتعمل صغاء او بتعمل صوت عالي. طبعا بيتواصلوا مع الصغار بتاعهم باصوات نعامة او طغاء واطي. بيعملوا طبعا اصوات عالية لما يكون في تحذيرات وربما ان هم يصفروا كمان لما يكونوا مزعجين. اه طبعا المفترسين بتوعهم بيشتملوا ايه? بيشتملوا الاشود والفقود والنمور. خلاص برضو الكلاب البرية والجاكلز الجاكلز اللي هو ابن قوي. اوزو بري اه برضو بيفترس الجينركز. اه فقدان طبعا المواطنة الطبيعية. اه بيهدد الجينرك. بيخلي ان من الصعب لهم ان هم يجدوا الطعام والمقوى من طبعا كتر الايه? او من سبب المفترسين بتوعهم. اه بقاء اه طبعا الزبي اه واحدة من الطرق اللي هي تحافظ على اه طبعا الايه? اللي هي الزرافة طويلة الايه? العنق. خلاص? يعني ايه من الحاجات اللي جاية دي ممكن تكون افضل اه طبعا عنوان للقطعة اللي عندنا النهاردة. هل هي ولا طبعا ان عندي هنا ايه? اللي هي ايه? الزرافة طويلة العنق او الزبي طويل الايه? العنق. خلاص. يعني ايه من الحاجات اللي جاية دي ممكن تكون هي افضل تلخيص للبيراجراف التالت. طبعا البيراجراف التالت كله فهو عن التواصل ان هما بيتواصلوا مع بعض ازاي? فان هنا طبعا هختار ايه? بيقول لي ان طبعا اه طبعا ان هو ده حيوانات صوتية يعني بتقدر انها بتتواصل مع بعض عن طريق الصوت. اه وده طبعا طريق التواصل بتاعهم. فطبعا هختار الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. هنا طبعا في الجملة بعد كده بيقول لي زا آآ يعني خلفي. طبعا انا عندي عكس خلفي ايه? عندي عكس خلفي امامي اللي هي ايه اللي هي فرونت. لان يعني خلفها يعني ايه بجوار وبريفيس يعني صابق. خلاص. بيقول لي طبعا الطريقة اللي بيها الحاجات دي بيتواصلوا مع بعض. هما بيتواصلوا مع بعض. عن طريق ايه? عن طريق البليت. خلاص. الصغاء فهو صغاء يعني ايه حبيبي يعني بليت. بيقول لي يعني بعد ما انت قرأت القطعة. يعني ايه السماتين اللي موجودين في الحيوان ده او الحيوان ده بيمتلكهم? ايه السمات اللي موجودة فيه او اللي انت شايفها موجودة فيه? طبعا عندي ايت ليفز اند هاز سمول هاد? ولا ايت طبعا هي دي اللي هو بيمتلك ايه? بيمتلك اه رقبة طويلة. لانه طبعا ما بيحتاجش برضو ايه المياه. اه بيقول لي زيس يعني هزا الحيوان لا يحتاج المياه. ليه بقى? لان ايه? لانه عنده مية خاف في جسده? ولا جيت اه ولا هو بيحصل على السوائل اللي هو محتاجها من النباتات اللي هو بيكلها طبعا دي الاجابة الصحيحة بتاعتنا اللي هو بيحصل على السوائل اللي هو محتاجها من النباتات اللي هو ايه اللي هو بيكلها. دي معناها يعني منطقة. يعني هو بيجد المنطقة بتاعته. طب منطقة يعني ايه? منطقة يعني منطقة يعني جالة طبعا في المنهج معنى حي سكني او منطقة. خلاص? بولي النوع ده من الحيوانات له طبعا اعداء زي ايه? الاعداء بتوعه زي ايه? عندي طبعا زي اللي هو طبعا الفهد. فهنا طبعا الفهد من ضمن الحيوانات اللي هي المفترسة للحيوان بتاعنا القطع عليه النهاردة. وكده نكون خلصنا خمس قطع. يا رب يكون استفدت فعلا 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 انت تبص لنفسك دلوقتي. انت ممكن ترجع تحلهم تاني لوحدك كلهم. هتلاقي نفسك عالية خالص ان شاء الله في القطع دي. وهتقدر ان انت حس ان انت خلاص رايحت بالنسبة للقطع دول وضمنت عشر ضربات تجيبك ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو الجاه يكون خمس قطع تانين بازن الله. هتمنى ان انت تشوف كله. ما تفوتوش ما تفوتوش ما تفوتوش. مهما كنت شايف ان القطع ممكن تبقى صعبة. لا احنا سهلناها خالص هوت. وان شاء الله هتكون سهلة خالص لازم تضرب عليها عشان تقدر انت تحل عليها ان شاء الله. عشر ضراجات من الهوة مضمونين والله. فان شاء الله تنى الفيديو الجاي وتشوفو وتزاكر كويس جدا موجود في الفيديو ده. بحبكم في الله. السلام عليكم.